تحياتي وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحقيقة وإن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وصحة وصعيدة ناس كتيرة امبارح يمكن بعثت تعليقات ورسائل وشفت ناس كتيرة بتتكلم بتقول هو أنت ليه أو أنت ليه ما صرحتيش عن هذه الشخصية المحترمة الحقيقة من أبجديات المهنة اللي احنا تعلمناها زمان أن ما ينفعش أن أنا أصرح بالمصدر دون استئذانة دي أول حاجة وهو الله يرحمه يعني في دار الحق زي ما بنقول فما قدرتش أن أنا استأذنه طيب بعد كده بتستأذني مين لو هو ما بقاش موجود بستأذن أسرته وبستأذن مكان عمله اللي هي وزارة الطيران حقيقة امبارح يعني الحاجات أو المواقف اللي هونت علي الدعاء دعاء حضراتكم اللي كان على الفيديو يعني الحمد لله حسيت أنه هو إنسان جميل ويعني ربنا رزقه بدعوات كتيرة جدا ورحمة كتيرة جدا من الناس ومن حضراتكم وتاني حاجة أن وزارة الطيران لقيت المكتب عن طريق زملائي وهم نفسهم تواصلوا معايا مبارح أنه هم يعني مبسوطين جدا برد فعل حضراتكم من ناحية الدعاء وأنه هو قدقيه فعلا يعني راجل محترم والخبر المبهج الحقيقة أنه هم أطلقوا اسم الراحل الجميل العظيم المهندس أبو طالب توفيق أبو طالب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الطيران للصيانة والأعمال الفنية على اسم هنجر سبع تلاف اللي احنا كنا بنصور فيه واللي هو يعني توفى فيه طبعا ده صورة الراجل العظيم الجميل اللي أنا اتشرفت بدقايق الحقيقة عشان أعرفه لكن سبحان الله مش بالعشرة يعني باللي يستحق ويستاهل الحقيقة وهو يستاهل كل خير يعني يكفي وشه اللي كله نور وكله رضا وكان أهم حاجة عنده في اللقاء الحقيقة أنه هو يصور مع المهندسين والعمال أهم من لقاءه نفسه وكان يعني دايما يقول لي معلش يعني خلينا نصور ده وقال له طب حضرتك تكون معنا كمان قال لي يا ريت وعايز أقول له حضرتكو على حاجة السؤال اللي هو وهو بيجاوبني انقضى الأمر وتوفى كنت بسأله بقوله إيه اللي بيميز المهندس المصري عن أي مهندس تاني في العالم قال لي المهندس المصري عنده استعداد أنه هو يتعلم أي حاجة وأنه هو يستفيد من خبرات أي مجال وأنه هو قادر أنه هو يدخل في مجالات الطيران المختلفة والصيانة والأعمال الفنية ويتميز عن أي مهندس تاني موجود في العالم دي كانت آخر جمل للمهندس أبو طالب توفيق أبو طالب الإشادة بالمهندس المصري عن أي مهندس تاني موجود في العالم لأن الشركة دي مش بتشرف على صيانة طيرات مصر بس لا ده كمان شركات تانية أخرى عالمية بيجوا مصر في هذه الورشة العظيمة وهذه الشركة عشان يقدروا يستفادوا من خبرات مهندسين مصر في مجال الطيران الحقيقة الموقف مؤثر جدا الموقف فيه عزة كبيرة جدا يعني أنا كل اللي هون علي الموقف دعوات حضراتكو لهذا الشخص المحترم اللي ربنا يا رب يعني يدخله فسيح جناته وتاني حاجة إطلاق اسمه على الهنجر اللي احنا كنا بنصور فيه وعايز أقول لحضراتكو أنه هو توفى داخل الطيارة كنا بنسجل جوه الطيارة عشان نشوف إزاي بيتم أعمال الصيانة لطيارات مصر الطيران والطيارات الأخرى اللي موجودة وبتيجي من العالم عشان يعني يبقى فيها أعمال فنية وصيانة في شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية الراجل توفى في مكان عمله في المكان اللي أخلص فيه كل يعني معظم أيام عمره ويتعلم على أداء الكثير من المهندسين والفنيين ودول فعلا حصاده في الدنيا زي بنقول عمل الخير والله يرحمه يا رب وحقيقي بشكر حضراتكو على الدعوات الجميلة لهذا الرجل العظيم ودايما بقول لحضراتكو أن الدنيا ما تستهلش الإنسان بيروح في ثانية لحظة حصادك لكل أعمالك اللي في الدنيا بتيجي في لحظة واحدة نبدأ حلقتنا بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية وعدد من مسؤولي الشركة وده بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل الاجتماع تناول التعاون مع الشركة الفرنسية لتشغيل وإدارة المحطة متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية كمشاغل له خبرة عالمية في هذا المجال كمان الرئيس اجتمع النهاردة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهية العربية للتصنيع لاجتماع تناول استعراض مخطط تطوير شبكة السكك الحديدية وربط مسارات القطار الكهربائي الجديد بخطوط السكة الحديد القائمة حاليا استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد رودالف سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية سي ام اي سي جي ام وعددا من مسؤول الشركة وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول التعاون مع الشركة الفرنسية لتشغيل وادارة المحطة متعددة الاغراض بميناء الاسكندرية كمشاغل ذي خبرة عالمية في هذا المجال وقد وجه السيد الرئيس بان يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة لتطوير ادارة ميناء الاسكندرية ليعزز من نشاط الميناء على المستويين الاقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ وبهدف الوصول الى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بما يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية كما اكد السيد الرئيس ان حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر اصبح يمثل فرصة كبيرة وسوقا واعدا لاستقبال كبريات الشركات الاجنبية للاستثمار في مختلف المجالات التنموية والتي تتم بالتكامل بين كافة اجهزة الدولة ككيان واحد بدءا من مراحل الاتفاق والتعاقد وصولا الى الخطوات التنفيذية من جانبه اشاد الرئيس التنفيذي لشركة تاسي ام اي الفرنسية بمناخ الاعمال في مصر مؤكدا تطلع الشركة للتعاون مع الجانب المصري في ادارة الموانئ وكذا التوسع في نطاق عمل الشركة ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات اضافية في موانئ اخرى بجانب ميناء الاسكندرية وموضحا اعتزام الشركة الفرنسية انشاء مركز تدريب تكنولوجي لتأهيل الشباب على العمل في قطاع النقل البحري واللوجستيات وذلك في اطار اهتمامها بصقل ورفع قدرات الكوادر المصرية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق عبد المنعم الطراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع المتحدث الاسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول استعراض مخطط تطوير شبكة السكك الحديدية وربط مصارات القطار الكهربائي الجديد بخطوط السكك الحديدية القائمة حاليا وقد وجه السيد الرئيس بالبدء في التنفيذ الفوري لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية باضافة مصارات جديدة من خطوط القطار الكهربائي فائق السرعة مع ربطها بشبكة القطار القائمة مشددا سيادته على أهمية تلك المنظومة كعمل أساسي لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التكامل بين عناصر التنمية في كافة المجالات على مستوى رقعة الجمهورية من مناطق صناعية وزراعية ومدن ومجتمعات عمرانية وربطها بالموانئ الجديدة والمراكز اللوجستية أخذا في الاعتبار التزايد المتوقع في الإقبال على استخدام وسائل النقل بالنظر إلى الجهود التنموية الضخمة الحالية والمستقبلية بالدولة وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض مخطط إنشاء الشبكة الجديدة للقطار الكهربائي السريع ومنظومة المحطات المركزية التبادلية للربط مع الشبكة القائمة وكذا المحطات الرئيسية والأقليمية الموازعة على مجموعة الخطوط للقطار الكهربائي للربط المناطق والاتجاهات الجغرافية الرئيسية للدولة بمسارات جديدة تمتد من العين السخنة إلى العالمين الجديدة ومنها إلى مطروح وكذلك من مدينة السادس من أكتوبر إلى أسوان ومن الغردقة إلى الأقصر بإجمالي طول حوالي 1795 كيلومتر كما تم عرض جهود تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية بكافة مكوناتها بما في ذلك تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من عربات جديدة لنقل الركاب والبضائع بالتعاون بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع فضلا عن الإجراءات الحالية المتخذة والخطط المستقبلية لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية والتي تشمل مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة فضلا عن استعراض جهود تجديد وصيانة شبكة السكك الحديدية ورفع كفاءة الورش وتطوير المحطات على مستوى الجمهورية النهاردة شهد دكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم فعليات تلقي الأطقم الطبية بمستشفى تأمين الصحي لقاح كورونا أكد المحافظ أن الدولة حريصة على تطعيم كل الفرق الطبية اللي بتتعامل مع مصابي فيروس كورونا معنا دلوقتي على التليفون الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم سياط المحافظ تحياتي لحضرتك في البداية أهلا وسهلا أني فاني لو حضرتك تكلمنا عن التفاصيل اللي حصلت النهاردة في تلقي الفرق الطبية في الفيوم للقاح كورونا أكون شكرا جدا لحضرتك النهاردة طبعا كان أول مجموعة من الأطباء والطمريد والعالجين في مستشفى التأمين الصحي اللي هي مستشفى العزل في المحافظة كان الأول لتطاقة المستعامين اللي تلقوا تطايماته النهاردة فكنت حريصي بقى معاهم لسببين أتأكد من الإجراءات التطايم ماشية بطورة إيجابية ومصطزمة ومنتهى الضقة شيء الإيجابي الآخر إن الواحد يشكر الفرق الطبية على دورها كبير ذات مستشفى التأمين الصحي اللي هي متحملة عدء كبير جدا في الفترة اللي فاتت فكان الواحد حريصي بقى وصلهم النهاردة وبيطمنهم إن الدولة بكافة أجهزتها بتحميهم وبتدفلهم كل سوء الحماية طيب رد الفعل بعد تلقي اللقاح بشكل كبير هل في بعض الأعراض الجانبية؟ يعني التفاصيل دي برضو ياريت حضرتك تضعنا فيها يعني أنا بالصفة دي أصلا طبيب بشري وعلى تواصل مباشر مع زمالي في فترة الصحفة التجارب السررية اللي تتعملت على النقاح دا يعني كنت بتابعها أول بأول ما ظهرش على المجموعة يعني الدراسة اللي تتعمل السمط على التجارب السررية ما ظهرش أي أعراض غير طبيعية تخص الفيروس يعني زي وزي أي تطعيم ساعات ممكن يسبب اكتفاع في درجة الحرارة أو بعض الإعياء البسيط بعد التطعيم وده وارد في كل التطعيمات ما فيش أي حاجات في السررصة للنهاردة للحالات اللي تم تطعيمها لأن بيفضلوا 30 دقيقة في غرفة ملاحظة بجانس غرفة التطعيم ما كانش فيه أي أعواض تم تسجيلها وبيفضلوا تحت المتابعة أول 48 ساعة بعد التطعيم يعني وإحنا معهم يعني يوم بيوم وهتبعهم ما تتكرش أن احنا هنلاقي حاجة لأن التطعيم مش أول مرة يستخدم في العالم ومش أول مرة يستخدم في مصر هو تم تجربته سريريا في الفترة السابقة وحاليا بيتم تطعيم الفرق الطبية في كل أنحاء الجمهورية من الطبيعي أن يبقى فيه يعني أتوقع أن يبقى فيه البال أعلى عليه الفترة اللي جاية لما الناس تعرف أن التطعيم آمن والناس يعني لا تسمع إلى الشائعات تسمع للقراءة الطبية والجهات العلمية المتخصصة ده هيتساعد أن الفرق الطبية تتلقى الحماية اللازمة بالإضافة لأدوات الوفاية الموجودة ولكن الأهم هو التطعيم لأن التطعيم يجب في فرص السماية أعلى وبعد كده الفئات العمرية أو الشرايح العمرية أو المرضية اللي بزارة الصحة محددها هتستيقى تخشي تباعاً في التطعيم ما يبقاش فيه رفض أو السماع إلى شائعات غير حقوقية التطعيم يعني مستخدم في عديد من دول كتيرة في العالم وده يعني تطعيم آمن ولازم الناس تتنوع وده برضو معلومة يعني تسألت كل يعني وزارة الصحة علمتها في كل وسائل الإعلام أن مصر متعقدة على كافة أنواع التطعيمات المتاحة حالياً لفيروس كورونا كلهم بديهم نتائج متقربة في الحماية فلازم المواطن يبقى عارف أن ده أحد أتاليب الحماية من هذا الوباء المنتشر للانتصار يعني المسبب خطورة ومسبب يعني أسبابه بقى يعني أعراض الطبية وغير الطبية دكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وشكرة جداً لحضرتك على هذه المدخلة المرصد المصري للعلوم وتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي وتكنولوجيا أصدر مؤشر البحث العلمي الشهري الحقيقة أوضح أن 32 ألف بحث دولي تم نشره في المجلات الدولية لبحثين مصريين في عام 2020 بمعدل نمو وصل لـ 25% عن عام 2019 محتاجين أن احنا نعرف التفاصيل دي مع الدكتور محمود سقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا دكتور محمود تحياتي لحضرتك تحياتي مساء الخير مساء نور يا فندم لو حضرتك كده يعني اتبشرنا بوضع البحث العلمي والباحثين النصريين المتميزين أكون شكرا جدا لحضرتك ربنا يكرمك يعني هو المرصد المصري لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي طبعا بيتابع التقارير العالمية اللي بتنشر حول أداء مؤسسات البحث العلمي حول العالم ومن ضمن المؤسسات أو القواعد البيانات العلمية المهتمة جدا هي قواعد بيانات الكوبص فالملاحظ أن عدد الأبحاث اللي نشارها العلماء المصريين في مجلات دولية مرموقة في 2020 زي ما حدثت بذكرتي تجاوز 32 ألف ورقة علمية وده بزيادة 25% عن عام 2019 كمان مش بالعدد بس جاودة الأبحاث ومعدل شبه على مستوى العالم بالضبط وصل إلى 1.3 من 10 رغم أن المتوسط العالمي واحد يعني احنا أعلى من المتوسط العالمي المجالات كانت اي يا دكتور محمود؟ احنا بنتميز جدا يعني مجتمع البحث العلمي المصري بيتميز جدا في المجارس الخاصة بالكيمياء وبعلوم المواد والهندسة والعلوم البيولوجية والطب والعلوم الزراعية وبييجي طبعا بكل أسف في المرتبة متأخرة شوية هي العلوم الاجتماعية والإنسانية لأن النشر فيها بيكون باللغة العربية معقول كده؟ طب التطوير ايه بقى؟ يعني هل في علاج للنقطة دي؟ آه آه طبعا بنك المعرفة المصري بيعمل مبادرة مع يعني أكاديمية البحث العلمي والمجرس الأعلى للجامعات بتهدف إلى يعني نشر بعض المجلات في العلوم الاجتماعية والإنسانية المتميزة في مصر باللغة الإنجليزية عشان تبقى مهداحة للعالم الخارجي ويقدر يستشهد بيها لأن طبعا هما اللغة العربية ما بيقدرواش يقروا بيها كويس وبالتالي الاشتهاد بيبقى قليل جدا جدا يعني طب فيه نصيحة كده بتوجهها للبحثين المصريين يا دكتور محمود من خلال هذه النفذة؟ آه طبعا يعني أنا بقول يعني بصراحة يعني عشان كلمة حق إن مجتمع البحث العلم في مصر والبحثين عموما بيؤدوا دورهم على الواكه الأكبر وده اللي احنا بنقدر نشوفه ونقيسه بالأبحاث المنشورة على مستوى العالم ولكن الأهم دلوقتي أو يعني على نفس القدر من الأهمية هو تحويل هذه الأبحاث وهذه المعارف إلى قيمة اقتصادية مضافة اللي هي التطبيق وده اللي كل الدولة وكل مؤسسة الدولة بتوليه أهمية قصوى جدا هي تطبيق بخرجات البحث العلم كويس قوي إن احنا ننتج المعرفة لكن الأهم إن احنا نحول المعرفة ونتطبقها اللي هو بنقول عليه اقتصاد المعرفة فمش عايزين نفضل باستمرار ننتج معارف جيدة على مستوى راقي جدا بدون استثمارها وتنفيذها على أرض الواقع بالضبط وده بقى مش مسئولية مجتمع البحث العلمي الواحد بالأمانة يعني ده مسئولية جهات أخرى عديدة الصناعة المجتمع عموما المستفيد النهائي من مخرجات البحث العلمي وده اللي الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقيقة بتشتغل عليه وعملوا مجموعة من القوانين والتشريعات زي قانون حوافظ العلوم التكنوليزي والابتكار اللي هو بيحمس وبيحفظ مجتمع البحث العلمي اللي يسعى لتطبيق مخرجاته عشان هتبقى فيه عوايز كمان ده يا دكتور محمود بيعكس صورة مصر ومكانتها الحقيقة في التقدم العلمي والبحث العلمي بشكل كبير جدا وأكيد الحقيقة يعني احنا محتاجين ان احنا يعني نعمل فقرة كده مع حضرتك وبدعوك لها عشان نقدر ان احنا نوضح أكتر أهمية البحث العلمي بالنسبة لمصر وقد ايه فعلا بيعكس مكانتها للعالم الخارجي بشكل كبير دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شكرا جدا بحضرتك على هذه المداخلة وان شاء الله طبع حضرتك معانا فقرة كده نتكلم أكتر بتوسع عن أهمية مجال البحث العلمي في مصر وقد ايه فعلا بيفرق كتير جدا في سمعة مصر الاقتصادية والعلمية النهاردة شهدت وزيرة أتضامن الاجتماعي نيفين القباج توقيع مذكرة تفاهم ما بين وزارة التضامن واحدى الشركات لتدريب وتشغيل 30 شاب وفتاة من أهلين من ذوي الهمم وأكدت الوزيرة أن الدولة كلها فيه اتجاه لدمج الأشخاص ذوي الهمم وأن التركيز في الفترة اللي جاي هيكون على تمكين الأشخاص الذين يمتركون قدرات مختلفة وتمكين الفئات الأولى بالرعاية الوزيرة كمان أضافت أن 60% من خدمات الإعاقة تكمن في الوزارة وأوضحت أن 640 كيان مؤسسي تقدم من خدمات وتقدم الكثير من الخدمات لذوي القدرات المختلفة هل معنا تليفون يا جماعة؟ دكتورة رندا رزق معنا دلوقتي على التليفون يا دكتورة رندا تحياتي لحضرتك معنا دكتورة رندا دكتورة رندا تحياتي لحضرتك وتحياتي لكم جميعاً ومسأخير الفيزة أياً وزيكم أقول لكم الحمد لله تمام يريد حضرتك يعني توضح لنا تفاصيل أكتر هو طبعاً حياتك عارفاً اللوقتي اللي اتجاه لعالمي يقول إن شاركات مع النصرين المجتمعية بعتبر أن المجتمعات بتضع السياسات والمجتمع المدني ينفذ عليه سياسات تحت مظلت أو بدعم من القطع الخاص كان جزء من رد الغنيين المجتمعي نعدك أن الوزارة شهدت توقيع بروتوفول هام كيتان لزوي المهارات الفائقة زي ما بنقول لدعم هذه الفئة المتميزة وتوفير لها حياة كريمة من خلال التوزيف والتوزيف دوت في أكتر من القطع وكمان مش بس كده احنا شاهدنا على عام شاهدين الاتفاقية اللي احنا حيتم كمان مع جامعة حلوان تطوير المناهج خاصة بيهم وهيكون لهم بكادريوس متخصص وهيتم من خلال ذلك التضامن الاجتماعي ترجمة لغة الإشارة لهذه المناهج ولهذه المناهجاني والتدريس من خلالها وهيكون تبعا نساء الله يحصلوا ويخلصوا لك السياحة والساندق وزامعة حلوان على بكادريوس السياحة والساندق خاصة بالفندقة والمطاع طيب دكتورة رندا يعني متنا الخبر بيقول تشغيل 30 شاب وفتاة من ذوي الهمم ايه هي المجالات اللي هيشتغلوا فيها وازاي تم تأهلهم هي حياتك الشركة أصلا شركة متخصصة في مجموعة من المطاع المشهورة وهي خددربهم على كل الوظائل بداية من الكولد سنتر وصولا إلى الإدارة العليا وهي كان عندها قبل كده طبعا نحن كنا عارفين تجرباتها قبل كده في مجال المطاع المشهورة في خاصة بالدجاج والنهار ده بدأوا يشتغلوا على المتنسلاتات الخاصة فهم حقيقة مؤهلنا في كل الدرجات العليا ومدير فرع ومدير قطاع ووقتر عادي ثم كل سنة طيب يعني اي حد بيتفرج علينا وربنا رزقوا بابنة او ابنة من ذوي الهمم ممكن يكون نفسه ان هو يشغلهم ويطور مهاراتهم اكتر واكتر ازاي حضرتك ممكن تساعدهم في الموضوع ده هدك يتواصلوا من خلال الارقام الساخنة خاصة بوزارة التضامن الاجتماعي او يتواصلوا من خلال الويبسايت او صفحة الفيسبوك او يبعثوا حتى على وزير التضامن الاجتماعي على ايميل او يتصل بالوزارة كلنا موجودين في خدمة هذه الفئة وتحت امرهم للتواصل وتواصلهم بالنمج التدريق مع اشفارك هزيك ومع جماعة حلوة دكتورة رندا رزق مستشارة وزارة اتضامن المسؤولية المجتمعية انا شكرا جدا لحضرتك على كل هذه التفاصيل حقيقة زي ما بنقول عن المسؤولية الاجتماعية والدور المجتمعي يعني احنا كده مع بعض في المجتمع كده لازم نلعب دور توعوي مهم ما بيننا وما بين بعض في مواجهة الكثير من التحديات لعل ابرز التحديات اللي احنا بنواجهها دلوقتي هي مواجهة كورونا وده لازم يتكامل مع الجهود اللي بتبزلها الدولة من الاجراءات الرسمية سواء بقى من خلال تقديم خدمات انسانية او طبية او اجتماعية او كمان توعية المواطنين بمخاطر الفيروس ووسائل المواجهة دي وطرق الوقاية منه التقرير اللي جاي مع حضراتكم اللي هنشوفه مع بعض بيستعرض احدى المبادرات المجتمعية واللي اطلقها عدد من المتطوعين من اول مبادئة الموجة الاولى من كورونا والحد كمان دلوقتي في الموجة التانية منذ ظهور اول حالة اصابة بفيروس كورونا في مصر تعددت المبادرات المجتمعية لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس لتتلاءم مع اللحظة الفارقة التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا وظهرت دور المجتمعي في عدد من مبادرات المؤسسات او الافراد من خلال تقديم التبرعات العينية او المادية وتجلى دور المتطوعين للعمل المجتمعي في تدشين حملات لتوعية المواطنين وقيامهم بتوصيل الخدمات الى المنازل وخصوصا كبار السن واصحاب الامراض المزمنة باعتبارهم الاكثر عرضة للاصابة وكانت الحملة الشعبية لنجدة مصاب كورونا من اوائل الحملات التي كان لها دور كبير منذ بدء الموجة الاولى للجائحة الفكرة بدأت مع الموجة الاولى لكورونا في مصر فاحنا بدأنا ان احنا نعمل تيم التيم دوت مكوم من اطباء بشريين وصيادلة في جميع التخصصات كله كان عمل تطوعي التيم التاني جزء التاني هما مش دكاترة هما بارا ميديكال يعني او الناس متطوعين كلهم بيبدأ اياه مثلا استغنات اكسجين لو جهاز اياس الاكسجين بالدم ممكن برضو يبدأ يوفره ده كله بالتبرعات الذاتية يعني بيجي للاستفسار من المريض عمتا خلال 24 ساعة احنا بنرد على طول الحمد لله يعني من معظم الوقت ما فيش وقت كتير يعني بناخده في الحالة باخد الحالة كلها بتفاصيلها سنها وكل التفاصيل بتاعتها ولو فيه تحليل وفيه اشعاعات وبعد كيه بنقل كل دوت للسادة الدكاترة على الجروب الخاص بينا وبينشوفوا هم الحالة وبنختار حد من الدكاترة بيتابع مع الحالة والله لو الحالة بسيطة جدا انا برجع للحالة دي وبطمنها وبقولها البرتوكول اللي كتبوا الدكاترة وبعمل معها فوله اب بعد 48 ساعة لم يقتصر نشاط المبادرة على التوعية فقط ولكن امتد ايضا الى توفير الدواء واستوانات الاكسجين وواجبات الطعام الصحية والدعم النفسي لمصاب كورونا وكان من الملحوظ زيادة عدد المتطوعين خلال الموجة الثانية عن عددهم في الموجة الاولى احنا في الموجة الاولانية ما بدأنا كان عدد الدكاترة قال الدكاترة بتدت تطوع لوحدها ان هي عايزة تخوش تساعد معنا فاحنا عندنا الحمد لله وفرة كبيرة جدا من السادة الدكاترة بيساعدون على مدار اليوم كله موضوع الوجبات وكده فيه اخوة افاضل برضو متوليني الموضوع دوت ان مرضى الكورونا خاصة لو العائلة فيها اصابات او كده بيبقى فيه وجبات جاهزة دايما بتروح لهم بقى فيه ناس قايمة على خدمتهم لو حد محتاج اي حاجة اي ادوية او اي حاجة معينة بنحاول نوصل لهم فيه ناس متطوعة كتير بتطلع الادوية ببلاش لله وفيه ناس حتى الجروب بتاعنا فيه ناس قائمين على صناعة الاكسجين والاجهزة سواء اجهزة الاكسيميتر اللي هي بتاعة كبيرة الاكسجين او اجهزة ضغط او اجهزة السكر او اي حاجة من الحاجات دي حتى الكمامات الكحول تقديم الخدمات الانسانية والطبية والاجتماعية وتوعية المواطنين بمخاطر الفيروس ووسائل مواجهته وطرق الوقاية منه يتكامل بكل تأكيد مع الجهود المبزولة من جانب الدولة لمواجهة الجائحة ويبرز الدورة المجتمعية في تدعيم المجهود الطبي في القرى والمدن وتفعيل المشاركة المجتمعية للدعم النفسي للمواطنين عموما وللفرق الصحية خصوصا 58% دي نسبة سكان الريف في مصر 58% معظمهم بيحتاج لحياة كريمة حياة كريمة طليق بأبجديات آدمية الانسان آدمية الانسان في خدمات صحية وتعليمية لازم تكون متوفرة لي وفي نفس الوقت انعكسها على مقدار وعيه ما ينفعش أطالب بحضرتك أن تكون واعي من غير ما يكون حتى فيه تأهيل آدمي لحضرتك في تقديم الخدمات الحقيقة مصر أدراكت النقطة دي كنقطة ضعف فيها من عام 2019 وبدأت المبادرة دي على أرض الواقع تشتغل بشكل كده مشرف الحقيقة ودايما كده بنقول أن ده جي الوقت بقى اللي احنا ناخد بالنا من أهلين في الريف المصري خاصة لنسبتهم مش قليلة خالص مبادرة حياة كريمة من اسمها كده حقيقة بتهدف للنهود وتطور حياة المواطن المصري مش لازم يكون في العاصمة عشان يتلقى الخدمات بنقول إيه يعني بنقول إيه البي آي بي أو الفايف ستار لا الحقيقة مش لازم تكون حضرتك تكون في العاصمة لكن برضو في الريف لازم يكون عندك الخدمات اللي تليق بيك وأن انت ما تكونش محافظتك تولدت فيها فلقيتها طردة وتروح لي حاجات تانية عشان تلاقي فرصة عمل أو تلاقي معيشة تليق بيك كبن يادا ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة مع الأستاذ خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار يا أستاذ خالد تحيات لحضرتك في البداية أهلا بيكي وبكل السادة المشاهدين خلينا بس يا أستاذ خالد كده قبل ما نبدأ الحوار مع حضرتك نشوف تقرير ونرجع تاني من أول ما بدأنا وإحنا شايفين طريقنا من الأول وإحنا عارفين أن التحديات كبيرة عارفين حجم الشغل المطلوب وأن ما فيش نجاح بييجي صدفة والتغيير مش بيحصل في يوم وليلة لكن واسقين أننا حنحقق أهدافنا وده لأننا ماشيين بخطة خطة مدروسة بتتطبق بحزفرها خطة هدفها أن مصر تبقى بكرة أحلى خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة هي أكبر خطة تنموية بتتبنغ مصر يمكن من أكتر من 150 سنة وبتتضافر تحت مظلتها مجهودات كل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والخطاع الخاص وعينهم على هدف واحد تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجات كل المصريين وفي مقدمتهم المواطن المصري البسيط اللي بيعتمد بشكل بير على دعم وخدمات مؤسسات الدولة كل الشغل اللي بيحصل على كل شبر من أرض مصر بقاله سنين المشروعات القومية والمشروعات البنية التحتية زيادة رقعة العمران المدن الجديدة المشروعات الصناعية والزراعية المناطق الاستثمارية إنشاء وتطوير المواني والمطارات شبكة الطرق والكبار والأنفال تطوير وتحديث شبكة المواصلات برامج الإصلاح الاقتصادي والابتناء تطوير منظومة التعليم والصحة بناء التجمعات السكنية والقضاء على العشوائيات ألاف وألاف من فرص العمل اتوفرت ولما المشروعات تكمل هتوفر فرص أكتر وكل ده بيحصل علشان المواطن المصري بسيطة العامل والفلاح والصناعية واللي على باب الله يعيش في بلده بكرامة الحياة الكريمة اللي استايله أنه يعيشها ومن أهم المبادرات ضمن خطة التنية المستدامة هي المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة واللي أطلقها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرية المصرية كلنا ولاد القرية المصرية اللي ياما خرج منها عظماء مبدعين ومفكرين ورموز وصلوا للعالمية ورفعوا اسم مصر في كل بلاد الدنيا وما نسيوش أنه مولاد القرية بس للأسف أغلب القرى تنست وتعرضت للإهمال لحد ما وصل بيها الحال لكده بس زمن النسيان خلص انتهى والدولة النهاردة مديها اهتمام بالح وأولوية قصوى لتحديث وتطوير القرى المصرية وتحت مظلة المبادرة بتجتمع بهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصري واللي بيشكله نسبة 58% من إجمال سكان الجمهورية بالميزانية إجمالية 515 مليار جنيه المرحلة الأولى من المشروع بدأت تنفيذها في 2019 ومستمرة على مدار 3 سنوات وبتستهدف تنمية 375 قرية وتجمع ريفي هي الأكثر فقرة تم الانتهاء بالفعل من 143 قرية منها في 2019-2020 بتكلفة 3.950 مليون وجال استكمال أعمال التطوير في 2020-2021 لمتين 32 تجمع ريفي بتكلفة 9.590 مليون جنيه وبتشمل لمشروعات الخدمات الصحية والتعليمية الصرف الصحي ومياه الشرب الكهرباء الغاز الطبيعي الطرق والنقل الشباب والرياضة والتدخلات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجة بدرة الريس عبدالفتاح السيسي نظفة البيت صار ما كنتقلنا ونظفته وبيضته عمولنا شبابيك وبيبان حالات كويسة جدا كان إحنا جينا كده كان البيت طال أبيض وقام بتشتيب البيت ووصلنا مية ووصلنا نور وكل حاجة بس الحمد لله دلوقتي عملونا العرش وعملونا البيت كل حاجة بقت متوفرة صراحة في القرش والبيت اللي هي عما فهاش مية دخلو لها مية عمر صراميك وسقف ووحتان وشبابيك مبادرة حاجة كريمة لما دخلت فساعدتنا عملنا المقر الإداري لمركز الشباب كرية كانت معنا الأصحة ما كانش نظيف أو ما كانش كويسة البيت كلها كانت بيوت عشوائية كده كان شوية طوب والمدرسة كانوا بيروحوا دال أو المركز باد ما كانش فيه مكان لهم اللي أسفلت الزبق اللي هو برض مطباك ما بيحصل على حدثات كتير ربنا كرمنا بنات لها مدرسة هي ومية وصرفوا صحي يعني خاد كتير الحمد لله القرية بقت حاجة تانية خالص والمستهدف هو تطوير وتنمية 1400 قرية بتكلفة 150 مليار جنيه ده اللي احنا بالفعل شغالين عليه وبنسابق الزمن وبنشتغل كل يوم على مدار 24 ساعة عشان القرى تتطور وتعمر وأهلينا اللي عايشين فيها يشتغل ويتعلموا ويلاقوا كل المرافق والخدمات فأحسن صورة ممكنة القرية المصرية هي حجر الأساس للمجتمع هي الخير والبركة هي الأصل وقريب قوي هترجع زي ما كانت وأحسن والفلاح المصري هيعيش بكرامة حياة يستحقها حياة كريمة حياة كريمة مبادر جمهورية لتطوير القرى المصرية أساس خالد بجدد الترحيب بحضرتك ويمكن التقرير وهو بيذكر كلمة أو وصف الفلاح المصري يعني ذكرني قد إيه بحضارة مصر القديمة قد إيه كانت بتعتمد على الفلاح المصري في صنع الحضارة اللي احنا لحد دلوقتي عايشين فيها وقد إيه بتعتمد على الكوادر من الكتاب والمعمريين عشان تبني حضارة كنا نمصر أدراكت ده في خطة تانية لاستكمال التاريخ بشكل كبير جدا في المستقبل اللي جاي في توفير حياة كريمة ممكن نقول إيه الحقيقة أنا رأيي أنه ده أكبر مشروع قاومي في تاريخ مصر احنا ما شفناش قبل كده مشروعات يمكن مش في تاريخ مصر بس في تاريخ دول العالم ما شفناش مشروعات بتستهدف 55 مليون أو 58 مليون مواطن خلال ثلاث سنوات زي المشروع اللي احنا الرئيس أعلن عنه وبدأنا فيه لتطوير الريف المصري أنا واحد من أبناء الريف المصري في صعيد مصري في محافظة المينيا أعرف قد إيه الريف المصري أهلينا فيه بيعانوا عندهم نقص خدمات حقيقية عندهم مشاكل حقيقية قد إيه لو الدولة وإن شاء الله الدولة تنجع في أنها تنفس في ثلاث سنوات هذا المشروع القومي غير المسبوء قد إيه هنقدر نغير وجه مصر كله قد إيه زي ما أنت قلتي هنقدر نستعيد هذه الحضارة العظيمة الحضارة اللي كانت خلت مصر حتى أيام الرومان كانت هي سلت الغذاء بالنسبة للعالم كله مصر اللي لازم ترجع من جديد تحقق الاكتفاء الزاتي وبتشتغل على ده دلوقتي مصر اللي لازم توفر حياة كريمة لولادها في الريف زي ما بتوفرها لولادها في الحضر مصر اللي مشروعاتها القومية لازم تنتد بكل الناس وأولهم أهلينا في الريف اللي الحقيقة خصوصا عندنا في الصعيد عانوا عشرات السنين من الإهمال ومن التجاهل الكامل الدولة موجودة الدولة عندها رؤية الدولة بدأت تشتغل وإن شاء الله هتكمل شغله وإن شاء الله في ثلاث سنين زي ما سيادة بايس قال هنقدر نكمل المشروع ده ونقدر ننجح فيه وكلنا لازم نشارك فيه في حاجة كمان كانت دايما بتستوقفنا يا أساس خالد يعني دايما محد كده نكلمه يقولنا أن احنا من الإقليم الفلاني أو من القرية الفلانية أو من المحافظة العلانية ودايما المحافظات اللي بتمتلك مساحات كبيرة جدا من الريف المصري دايما بتبقى طردة الحقيقة للسكان عشان عدم توفير فرص عمل أو عدم توفير خدمات كنا أن احنا نلغي أن كل محافظة يبقى عندها اكتفاء وتكامل في الخدمات ويبقى فيه توفير فرص عمل لسكانها بدل زي ما بنقول كده أن هم يروحوا ويسفروا المشاوير اليومية والحاجات دي كلها ده برضو نقطة أعتقد أنها ما كانتش سهلة على الدولة المصرية أنها تحاول تشتغل فيها يعني خلينا نتكلم بوضوح أن الدولة المصرية المشروعات القومية اللي أعلنت عنها في الست سنوات الماضية نجحت في أنها توفر خمسة مليون فرصة عمل عادت ضخم جدا خلينا نتخيل أي حد بيتكلم أو بيتفلسف أو بيحلل يتصور لو لن تنجح الدولة في توفير هذه الملايين من فرص العمل للمواطنين ماذا كان يمكن أن يكون حال هذا الوطن كله ومشي الخمس ملايين مواطنين على رغم من استمرار تحدي الزيادة السكانية الحقيقة الميزة الرئيسية على الرغم من الزيادة هذا التحدي اتقال كتير جدا والله سأكد فكتا المناسبة وكلنا بنقول في كل مناسبة أنه قادر على أنه يلتهم أي سمار لأي تنمية يعني هذه المسألة يجب أن نتصدى لها جميعا ويجب أن يكون هناك وقفة جادة وحاسمة في مواجهتها الميزة الرئيسية في مشروع تطوير الريف المصري اللي أعلن عنه خلال ثلاث سنين أنه كمان هو بيدي قبلة حياة كبيرة جدا للصناعة المصرية لأنه عملية التطوير في كل المجالات ما يصل في صحي غاز كهرباء طرق تعليم صحة كل ده هيعتمد على الصناعة وكل ده بنتمنى أنه يعتمد على صناعة محلية فكل ده كمان ممكن في التلاث سنين دول يوفر الخمسة مليون فرصة عامل دول كمان وأكتر منهم للمواطنين يعمل اللي حضرتك قلت عليه أنه هو يبقى في كل مكان على أرض مصر في كل قرية على أرض مصر هناك فرص عمل كافية لاستقبال أهالي هذه القرية ولعمل أهالي هذه القرية أنا أعتقد أن دي مسألة مهمة جدا ومسألة هتحقق ميزة كبيرة جدا إذا كنا بنتكلم عن نهضة زراعية ونهضة صناعية أنا أعتقد أن المشروع ده بيدينا فرصة حقيقية لنهضة زراعية وصناعية حقيقية تحصل على أرض مصر لو بنتكلم كمان في التوازي في تقديم الخدمات يعني إحنا بنتكلم أنه في توازي في مجال الصحة في مجال التعليم في مجال الخدمات اللي بيحتاجها المواطن الريفي بشكل كبير جدا على حسب طبعا يعني احتياجات كل قرية عن قرية تانية التوازي ده في تحقيقه على الرغم مثلا من وجود الحقيقة جائحة عالمية احنا بنعيشها جائحة كورونا الاستمرار في الخطة دي والاستمرار في التحدي ده والتنفيذ اللي خاص به استراتيجية التنمية المستدامة قد إيه ده برضو بيعكس قدرة بلدنا في أنها فعلا تكتاز أي صعب وبيعكس كمان أن عندنا القيادة السياسية كان عندها رؤية شاملة وهي بتحط خطة عشرين تلاتين كان في رؤية شاملة لاحتياجات هذا الوطن لاحتياجات هذا الشعب لكيفية تنفيذ خطط متكاملة للتنمية المستدامة والأهم من ده نحن طول الوقت بنشوف متابعة حقيقية على أرض الواقع لتنفيذ هذه الخطط دي مسألة مهمة جدا لأنه الرؤية الشاملة دي هي اللي وصلتنا أن احنا خلال هذا العام سيكون لدينا عاصمة إدارية جديدة تكون عنوال لمصر الجديدة عندنا مدن جديدة قضى على استيعاب الزيادة المتتالية في عدد السكان عندنا مشروعات قومية وفارت وتوفر ملايين من فرص العمل لهؤلاء السكان وعندنا خطة حقيقية لإصلاح الإنسان لإصلاح التعليم لإصلاح الصحة أنا أعتقد أنها مسألة زي ما أنت قلت هي مسألة متكاملة بالفعل المسألة ما ينفعش أنك تعملي تنمية في مجال وصيب المجال الثاني بلا تنمية الدولة اللي نجحت خلال السنوات الماضية في أنها تقضي بهذا الشكل الرائع وغير المسبوق على العشوائيات أعتقد أنها قادرة خلال السنوات التلاتة الجاية أنها توفر الحياة الكريمة لابناء الريف رئيس تحرير جريدة الأخبار الأستاذ خالد ميري طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه الإضاحات الخاصة بمبادرة حياة كريمة شكرا موصور لحضراتك ومشاهدين الكرام في متابعة حلقة النهاردة من برنامجكم الحقيقة خلي بالكم بالنفسكم الكمامة الكحول غسل الإيدين التغذية السليمة كل ده مهم جدا الفيروس لسه ممشيش الفيروس لسه حوالينا التبعو ده الاجتماعي مهم جدا واعملوا خير كتير يعني دي يمكن نصيحة هزودها مع كل يوم أقولها لحضراتكو خلال هذه الحلقة طبعا تقبلوا تحيات فريق العمر وتحيات أي عبد الرحمن